اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نيب القائد الأعلى نيب الأول رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين قد أسهمت بدورها الفاعل نحو تأكيد أهمية الاستقرار والأمن على مستوى المنطقة والعالم من خلال مشاركتها الدول الشقيقة والصديقة الرؤى والاستراتيجيات التي تعزز مفهوم الأمن من أجل التنمية وأثرها الإيجابية على الشعوب منوها سموه في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وإسهمهم المشترك في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وأشار سموه إلى أن المملكة قد حققت في ضوء المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله منجزات ومكتسبات مهمة على مختلف الصعود الوطنية لافتا إلى ما يتمتع به المجتمع من صفات المحبة والتسامح والترابط التي تعتبر إحدى الأسس التي يتم الانطلاق منها نحو تحقيق المزيد من المنجزات جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط ضم السيد رونالد نيومان السفير الأمريكي الأسبق لدى مملكة البحرين عضو مجلس الإدارة والسفير ريشارد شمير رئيس مجلس الإدارة والدكتور توماس آر متير المدير التنفيذي للمجلس حيث رحب سموه بزيارة الوفد إلى مملكة البحرين مشيدا بالخبرات الدبلوماسية التي يتمتع بها عضاء مجلس سياسة الشرق الأوسط وجهوده في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم عبر تنظيم المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة لمختلف القضايا السياسية والأمنية التي تهم منطقة الشرق الأوسط وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر حول عدد من الموضوعات المتصلة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس سياسة الشرق الأوسط عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه الوفد من ترحيب في مملكة البحرين وما لمسوه من اهتمام بأنشطة المجلس وفعالياته ترجمة نانسي قنقر